أهلاً بالمشاهدين، الآن وصلنا إلى وصفة اليوم معنا الشيف بول اليوم أمس كنا رحنا باتجاه السمك، اليوم لدينا لحمة الخروف فاش رح تكون وصفتنا اليوم؟ مزبوط، لدينا لحمة الخروف اللامتشوبس ما بعض ما تقوله بالعربية، أنا لقليق خروف على عدمي، بس خروفه على عدمي؟ مع عدمي، خرص ريش، ريش يسمى نعم ريش خلص نزع عنا الوليفز، عنا تشيري تماتوز نعم، الطماطم الكرازية والزيتون لازم أخذ نوتس، تعلم الله لازم والله، طبعاً نقول إنه الشيف بول هو بريتش بس ما شاء الله العربي حتى باللكنة اللبنانية الجميلة، ماشي حالك ماشي حالي، ماشي حالي، ماشي حالي، لازم أخذ نوتس حتى أتعلم ممتاز وفي عنا أنشوفيز كمانا، الأنشوفيز نخلطه مع الزيتون نعم حسنا، حسنا، سنفعله أولاً، سنبدأ نحب لا، حسنا، هذا عفواً، ممكن لو سمك؟ أنشوفيز اللي هو؟ سمك الأنشوفيز مم، حسنا، حلوين طب، سمك مع لحم، هلأ، 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 فرجيك، كيف حالي؟ نحنا، أنا ما رح تدخل لا، مش، لا، خلاص، مش، مش، لي، بلدت دخل زبادتك يبو الله، يعني، كمساعدة بلدت دخل زبادتك، بلدت دخل زبادتك، أيها دخل زبادتك، بلدت دخل زبادتك، بلدت دخل زبادتك الحميز by أميز بسهددا كم الأخير بسهددا كم الأخير وقد مر gastشمتها رائعين بسهددا نعمل عن مراتي الأنشوفي لكن أنا أعضب أخيرا بسهددا يبقى السمك بسهددا كم لديك نعمل أيضا بعد أن نعمل فراتي الأنشوفي سنخلط بسهددا تضع الزيتون والزيتون ونخلطه 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 بعد ما نخلطه ونخلطه بل نحطه بالفرن نحطه على الفرن ونخلطه في الفرن ونخلطه على 170 ديجريز احنا خلينا ناخذ الموضوع عملي يلا احنا ضبطنا الزيتون المرحلة القادمة هذا نخلطه على الجنب بلش نحضر اللامتشوبس اللي نحطه على البان نحط الزبدة الزبدة ممكن احد يستخدم زيتها عادي ولكن انا افضل الزبدة لان انا اطيب نحن نخلطه لانه يدوب نزيد العمتشوبس ونطبخه اربعة ضيق على كل مالك تقريبا اربعة ضيق حسب العمتشوبس في الوقت نحطه طمعته بالفرن تقريبا يخلطه ونحطه ونحط الزبدة مع الباندورة ونزيد الزيتون مع الزيتون فوق الزبدة ونحطه ملح لأنه الملح حسنا حسنا ملح سيكون عليهم مثل فات و أكثر رميس نعم يجب أن أشيلهم هؤلاء ولكن يجب عليهم على الجنب كما ستستخدمهم؟ نحن ندبق فيهم شيء ثاني شيء ثاني نعم لا نستفيد من كل شيء نستفيد من كل شيء نعم دبحتنا الخروف نعم أكلت الخروف ورجعت نلبسه للخروف نستفيد من كل شيء كل شيء نلبسه نحن نبدأ الوضع الآن ويجب أن نستنهى أن تكون حرارتها قليلا نعم 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 نحن نضعها السلام عادة بول أنت على اعتبار أنه يعني حضرتك من ثقافة بريطانية وأيضا أنت يعني تقيم معنا فأنت نعتبرك عربي معنا خلص نعم نعم لأن أمور تغيرت أمس تقول لي حتى مسألة على مستوى الفكاه لما تمزح نعم لأي مدى هذا الشيء فهذاك تعرف على ثقافات الأكل والدمج بينها نعم الآن في كتير أساس أنا أخلطهم بين مثلا الأراب 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 أيضا وتعامل مثلا وتعامل هذا المكس يطلق غير طعامات مختلفة ولكن المهم أن تجربوا نكتشف أشياء جديدة ونجرب يمكن أن تجرب شيء ومثلا ويطلع طيب أبدا لا يوجد مشكلة كنت تعلمت أنه هذا ما كانت طيبة صحيح هو الإنسان كيف يصل إلى المذاقل اللي يعجب كثير من الناس من خلال التجربة مزبوط مزبوط يعني بلغت تجرب يعني بلغت عملنا سمك مع الفروت كانت تجربة أنا جربت وجربت جربت السمك مع غريبس مرة ما حبيتها ما حبيت أبدا لكن أمس كانت لذيذة وكان شيء جديد طيب لماذا لا تستخدم هذه الأقوى اللي في النص لأنه أنا بديها الكبيرة حطيت البان الكبيرة بديها الكبيرة ويطبقها أمهلي أنت محلوين أم بيأخذ وقته أوكي وانت حطها على سبعة أتركتها على سبعة لا تطبقها هلأ على راح طيب في شيء نحن نسوي أثناء هلأ لنبدأ بلشترا هلأ بأخذها هلأ بحطها بالفرن أوكي بحطة لهم الوضيف مدرش عليهم زيت زيتون مزدد الزيت زيتون نقض على الفرن حلو يكون الفرن تقريبا شيء ميه وسبعين ديغريز ميه وسبعين مزدد وكم نحن نحن لهم؟ تقريباً شعرش تقريباً 10 دقائق تقريباً يكونوا جاهزين وقلت ما حدث يكونوا جاهزين كماناً هؤلاء نقول أنه 4 دقائق على كل اتجاه تقريباً هؤلاء حسب سماكة الريش حسب سماكة الريش مضبوط أهلاً بالمشاهدين شيف بولح ياكلة من جديد أهلاً وسهلاً فيك أي مرحلة وصلنا حين الآن؟ هؤلاء سنة تبخين الريش نعم وهذا راح أحملهم نعم نعم نطبخ الجهة الثانية مضبوط الجهة الثانية مضبوط بس ما شاء الله الاستواء درجة جيدة شكراً والرائحة رائحة طبعاً هذه الريش هذه الريش مضبوط وأنا لاحظت من أمس واليوم أن كل الأشياء تعتمد على درجة الاستواء يجب أن تكون مستوية بشكل معين مضبوط مضبوط بهاراتك ليست كثيرة؟ أنا لم أكن تتعلم بها لا أبحثت كثير بهارات فيها لأنه ليس كل العالم الذي أحبه كثير بهارات وفي ناس لا يريدون أن تكون ملح بالأكل أو بهار أو شيئاً نعم يجعله على الخفيف صحيح حتى إذا أريده يزيده هي مهارة الشف دائماً أنه لا يكتر بهارات عشان يبين الطعمها مضبوط إذا زادت الملح فيها الأنشوفيز والزيتون فيهم ملح ملحين وإذا زادت الملح هنا كمان كثير ملحين خلص بطل بطل أنت عملت هنا بالزيتون مضبوط هذا اللي عملناها قبل شوية كنافرجي لحاني قصيت الأوليفز السيتون والأنشوفيز كمانا هيد الأنشوفي أخدت كلية أنشوفيز كمانا ما بدأ تزيد كتير الأنشوفيز لأن تصبح طعمتها كتير قوية صحيح لازم أن نكون خفيف ما هو الزيتون اللي اخترته هؤلاء الكلمات سيتون كلماتة هؤلاء نعمين أنا أحب الزيتون الكلمات الطماطم الصار عليها؟ الآن أريد أن أطبقهم بعض والله أعلمين بعضهم هيدا بعضهم شوية وقت فيه طماطم كمان مقطع لا طماطم الآخر شيء الآخر شيء وقت كون خالص اللامتشوبس برجع بحطهم على الصحن برجع بحط البوري فوق مع طماطم مع شوية السوس من البان بحطهم مع الصحن والصحن والعادة ما شاء الله من خلال وصفة يوم آمس وأيضا اليوم دائما وصفاتك بسيطة وسهلة والكل يقدر يسويها مضبط مضبط فيه كثير في كثير دشيس فينا نعملون بس مشكلة مشكلة الناس عندهم certain items بالمطبخ وفين يدوخوا هول الأشياء نعملون كثير سهلين easy to make وإذا جاءوا الناس عندهم غاس سريع سريع نحن نكون معاك في نهاية البرنامج بول نشوف الشكل النهائي ونتذوق هني تخصص ريش هني تخصص ريش أكيد حيكون موجود تخصص ريش والله انت قلت لك أنه يمكن خليك وسهلة غضاء لتلي خلص خليه دوء ما لي والله لك الخير كيف الأمور عندك؟ جيد جيد كله مياه ايش من أي ناحية؟ من ناحية أنه بيقبلوا على هذا خليهم بالتصوير أنا ما حكيتك أنا سأسوي دورة إن شاء الله ما تكلمت عنها باقي بعد تقريبا شهرين خلينا نقول رح تكون أول دورة أسويها اللي بنات أعمارهم من 10 سنين إلى 15 سنة ما شاء الله عشان نمي ذي الواية يكون عندها من هو الصغير من هو الصغير بالضبط مرة متحمستها ومتخوفت لا لا إن شاء الله كل التوفيق يا رب آمين يا رب وياك يا حبي والله نحن نرى الصور أنت فنانة بالتصوير ولكن هل هذا يناكس على المطبخ أيضا؟ يعني أنا أحب أفعل القهوة مرة القهوة قهوة أتفنن فيها صراحة صراحة من شاء الله هل القهوة تعتبر القهوة أهم شيء إذا لم تفرب القهوة ما ستقدر تعيش يومك لا والله أطبخ أطبخ موالح بس حالة ما أعرف أنا أضيع في الحالة فعلي بس موالح أطبخ بس آخر مرة أطبخت موالح موالح يعني كيف؟ يعني هل تطبخين جوز ولوز مثلا؟ ماذا؟ لماذا؟ الموالح لا لا يعني أي شيء لا أطبخ لا أطبخ ماذا أطبخ؟ ما هي موالحة المتابعين؟ مكرونيا، سمك آه يعني هناك مالية في الكبسات صراحة مالية في الكبسات كثير بس أي شيء مالح ممكن أن أطبخوه حلو حلو بس حلوة ما أقلر لأنك لما قلت أطبخ قهوة نحن فكرنا أنه مخيص لا أمزح أنتم محد يمزح لا لأنهم عندهم أمثلة ثانية ممكن يصدقوا يعني أنا مثلا مع الفضل لا تصدق أنت كل شيء أي خلي كده نعم ماشي ماشي شيف بولت شكرا لك لو تحبت كلمة أخيرة بمناسبة المشكلة المشكلة عملت لها البلايتين خلصت البلايتين بس خليت شوي زهير عجانة بس على السريع بس تفرجيكم ريح زاكي أخذنا هذه البورية العملية قبل شويل أنتو بي مع الزيتون نعم حالا